يسعد صباحكم في اليوم نحكي عن نبات دائما حقه مخضوم أو حتى إذا ذكر دائما يذكر السلبيات تبعته ألا وهي أوراق وثمار السنة مكة أو السنة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تداووا بالسنة والسنوت أوراق السنة مكة للناس اللي بتعرفوا عنه هي عبارة عن نبتة ضرة في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح السنة مكة إذا استخدمت بالشكل الصحيح هي مفيدة جدا تعتبر نباتات ملينة وموافقة عليها من الـ FDA وتأخذ بدون وصفة طبية لأنها من النباتات الطبيعية الآمنة ولها فوائد أخرى ولكن إذا استخدمت ضمن المعايير الصح فالسنة مكة بريئة مما يشاع عنها